سأريكم في هذا الدرس طريقة تمثيل فرق الجهد الذي يبدو كدالة أسية وسأتحدث أيضاً عن هذا المنحن الأسي الذي ينتج عن الاستجابة الطبيعية لدائرة المقاومة والمكثف RC توصلتم سابقاً إلى أن الاستجابة الطبيعية لفرق الجهد في المكثف بالنسبة إلى الزمن أي VC لT تساوي V0 ضرب E أس سالب T على RC V0 قيمة فرق الجهد الأولية الذي يوفرها المصدر الموجود بعد ذلك تقل هذه القيمة مباشرة إلى صفر ثم تقوم الدائرة بالاستجابة الطبيعية حيث تجدون تياراً خارجاً من المكثف يسري في الدائرة على هذا النحو الآن انظروا إلى خصائص هذه الدالة في صفر ضرب E أس سالب T على RC يمكنكم إيجاد قيمة V0 على الرسم أمامكم هنا 1 وولت يبدأ المنحنة بالهبوط عند هذه النقطة عندما يصل الزمن إلى صفر تعلمون أن الارتفاع يساوي V0 لكن تريدون معرفة الميل عند هذه النقطة ميل هذا المنحنة يساوي مشتقته عند الزمن يساوي صفر إذن جدوا مشتقة الدالة أمامكم D على DT ضرب V0 ضرب E أس سالب T على RC ويساوي V0 ضرب سالب 1 على RC ضرب E أس سالب T على RC هذه هي مشتقة هذا المنحنة الأسي للزمن بشكل عام الآن أعيدوا كتابة المعادلة عند T يساوي صفر يصبح لديكم سالب V0 على RC عوضوا قيمة T هنا وهي صفر E أس صفر ويساوي 1 إذن هذا هو ميل المنحنة عندما يكون الزمن صفر وهكذا يمثل بيانيا الآن مدوا هذا الخط إلى الأسفل حتى يقطع المحور الأفقي أي محور الزمن ماذا تمثل هذه النقطة التي حصلتم عليها؟ لديكم الآن خط أي أن هناك معادلة خط وهي Y يساوي الميل M ضرب X زائد B وB هو التقاطع على محور فرق الجهد استعمل قيم التمثيل البياني في معادلة الخط أمامكم Y هو محور فرق الجهد والميل موجود أمامكم سالب V0 على RC ضرب الزمن T زائد تقاطع فرق الجهد أي V0 الآن جدوا الزمن الذي يكون فيه فرق الجهد يساوي 0 لهذا الخط البرتقالي ضعوا 0 بدلا من V يصبح لديكم 0 يساوي V0 ضرب سالب 1 على RC ضرب T زائد 1 اقسموا الطرفين على V0 تحصلون على 0 يساوي سالب 1 على RC ضرب T زائد 1 الآن عليكم إيجاد T انقلوا الواحد إلى الطرف الآخر سالب 1 يساوي سالب 1 على RC ضرب T اضربوا الطرفين بRC تحصلون على T يساوي RC وهو الزمن الموجود هنا أي عدد الثواني بعد تقاطع هذا الخط مع محور الزمن لاحظوا أنه لا يوجد V0 هنا تخلصتم منها في هذه الخطوة إذن بغض النظر عن ارتفاع V0 يمر ميل هذا الخط دائما بالزمن يساوي RC الآن ما قيمة فرق الجهد هذه النقطة عندما يكون الزمن يساوي RC استعملوا المعادلة لإيجاد الحل V يساوي V0 ضرب E أس سالب T على RC الآن عوضوا قيمة RC هنا V يساوي V0 ضرب E أس سالب RC على RC ويساوي V0 ضرب E أس سالب 1 E يساوي 2.7 تقريبا و1 على E يساوي 0.37% تقريبا أي 37% إذن فرق الجهد هنا يساوي 37% من V0 وبهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس تقريبا